دكتور مصافى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال تصريحات مهمة مبارح خلال اجتماعه مع عدد من القامات الفكرية وأكد أن الأحداث اللي شاريتها المنطقة تسببت في ارتفاع الأسعار مثل أسعار البترول والذهب خلينا نشوف بالصراعات دي قدت لارتفاع أسعار السلع والخدمات بتأكيد حضراتكم أكيد نتيجة لإضطراب حركة التجارة ابتدت كل التجارة بتلجأ لطرق بديلة أسعار كبيرة التأمين على حركة التجارة نفسها زاد كل ده أدى إلى زيادات في الأسعار بصورة كبيرة جدا في كل حاجة فالنهاردة ده بقى جزء بقى موجود أدى إلى تضخم موجود وحضراتكم معارفين اللي بيحصل على مستوى العالم كله في تضخم طب أنا حقول لحضراتكم بمجرد ما طلع الخبر مبارح وأرجو إذا كنتوا حرككم بتتابعوا مجرد طلع الخبر إن بدأت السواريخ تخرج حتى قبل ما توصل البترول زاد 5% والموضوع حصل ارتفاع فأسعار السندات على الدولار الدهب زاد وقفز قفزات كبيرة يعني إحنا بنتعامل مع يعني ظروف بقت كل شوية مؤثرات خارجية بتؤثر علينا بصورة كبيرة جدا بالتأكيد ممكن الكلام ده وندعو الله إنه ما يحصلش ممكن يكون مع استمرار هذا الوضع وتساع دائرة الصراع يبقى فيه تأثير على السياح باعتبار المنطقة منطقة صراع من الوارد إنه يبقى برضو ليه تدعيات على منخل استثمار بصفة عامة ما هو أي مستثمر خارجي لما بيجي يبص المنطقة يقول طب أنا أدخل ليه في منطقة فيها النهاردة حروب ونزعات طب أستنى شوية لغاية لما الأمور تستقر فكل ده ليه تأثير مباشر وغير مباشر على الدولة المصرية ومع ذلك إحنا اشتغلنا الفترة اللي فاتت على حجم هائل من الإصلاحات الاقتصادية على وضع تصور وواضح ورؤة في ملفات مهمة جدا للدولة إزاي تشجيع القطاع الخاص العمل بصورة كبيرة جدا بأرقام ومش مجرد كلام على إزاي نزود مساهمة القطاع الخاص بأرقام محددة من لمدة 3-4 سنين قادمين بحيث يبقى هو الرقم الأساسي والفاعل في حجم الاستثمارات الكليا اللي في الدولة المصرية ويقود القطاعات المحددة اللي إحنا حطناها في وثيقة سياسة ملكية الدولة الدولة إزاي تعظم من الاستفادة من أصولها من خلال برنامج طروحات واشراكة مع القطاع الخاص يعني كل ده إحنا بنتحرك فيه إصلاحات ضريبية النهاردة إن شاء الله وأنا بقولها لحضراتكم بدأناها وأطلقناها وحنعلنها يمكن على الإسبوع القادم بصورة نهائية وحنبدأ ندخل حتى بالتعديلات التشريعية بتاعت عشان نقرها من البرلمان قبل نهاية هذا العام عام 24 عشان تبقى مفاعلة بإذن الله وكل هدفها إن إحنا نحل المشاكل المتركمة ونيسر على مناخ الأعمال في خلال الفترة الجاية تبسيط إجراءات إحنا بنشتغل عليها في هذا الموضوع زي ما تبعنا دكتور أحمد جزء من كلمة دكتور مصطفى مدبولي وتحديدا يمكن في الملف الأهم بالنسبة للمواطن المصري هو في الملف الاقتصادي فكرة ارتفاع الأسعار وأسباب ارتفاع الأسعار أولا أعملا بمبدأ المكشفة ومبدأ آخر هو إنه المواطن لازم يكون فاهم ودي نقطة مهمة جدا وكمان عشان من أهم كمان يمكن النقاط فكرة درق الشائعات أو البعد عن الشائعات أو قتل الإشاعات لأن دي من أحد الأسلحة للأسف اللي كانت موجودة بشكل كبير كده سعيل حضرتك يا فندم أولا من خلال طبعا وجودك في هذا الاجتماع الهام رؤية الحكومة للوضع الاقتصادي وعايز أعرف كمان من حضرتك فكرة عرض هذا الجزء أو المكشفة أو فكرة أنا أفاهم المواطن اللي بيحصل إزاي يؤثر على المجتمع المصري أولا يعني كلام دولة رئيس الوزراء بيدل على أولا أن المشكلة الاقتصادية المصرية دي ليست مشكلة محلية وإنما هي مشكلة عالمية كل الناس اللي عادين عارفين هذا الكلام وهو نفسه وضحه بشكل واضح جدا وبيضحه للناس وبيضحه للجمهور وإحنا محتاجين دائما أن نربط ما بين الهموم الاقتصادية خاصة الارتفاع الأسعار والأمور المشابهة بالأزمة العالمية اللي فيها تأثير كبير جدا في طرق الإمداد وخطوط الإمداد اللي أثرت ليس على مصر فقط وإنما على العالم كله النقطة التالية حضرتك بتكلمي عن المكاشفة أولا الاجتماع كان فيه قدر كبير جدا من الصراحة وفيه قدر كبير جدا من أنه رئيس الوزراء بيستمع بكل حرص وبيدون كل نظم الأفكار التي تقال ولم يقاطع أي شخص من الأشخاص اللي يتكلم وعطى للفرصة حتى لوه واحد طول في الكلام يعني أنا نفسي طولت في الكلام وحتى بعد كده بيدي ألوم نفسي أن أنا يعني ما كنتش متصورة للوقت بيعدي بهذا الشكل بس كان فعلا حريص على أنه هو يسمع كل واحد مهما امتد الوقت فيه قدر كبير جدا من الاحترام لكل الناس احترام لكل الأراء حتى لو فيه رأي فيه خلاف معين فهو بيوضحه بشكل فيه قدر كبير جدا من يعني المهنية والأدب والرقي في الكلام فطبعا كان فيه طبعا قضية الشائعات والمكاشفة كان فيه اتفاق كده أنه إحنا دايما الشائعات اللي بيكترها لقص البعلومات وأنه إحنا يعني لازم عشان كده كنا محارسين على أن نعمل علاقات مفتوحة مع المواطنين وأنه إحنا فيه كيانات بتتخلق في المجتمع المصري داي مثلا التحالف من أجل التنمية التحالف اللي موجود ممكن دايش تغل لأنه إحنا في علم الاجتماع دايما بنقول أنه المجتمع الدولة ومجتمع دولة وبشر وأنه كل ما كانت فيه كيانات في الوسط قوية وفعالة كل ما العلاقة بين الناس يبافيها شفافية ويبافيها فمن ضمن الأمور اللي ممكن أو الكيانات اللي ممكن تلعب دور ككيانات وسيطة المجتمع المدني اللي هو فيه التحالف ده اللي بيضمه التحالف ده وكمان كان فيه لدى معظم الناس أو يعني بعض الناس اللي تكلموا وأنا كنت واحد منهم أن نحن نكون المجالس المحلية لأنه مهم جدا هي بتكون برضو يعني كيانات وسيطة كيانات وسيطة تقدر تنقل أراء الناس وهي تنقل أراء الدولة للناس ويبقى فيه نوع من التفاعل ممكن اللقاء ده على فكرة يبقى كمان بداية صحيح لأن احنا نعمل الآن نفسي طالبته بهذا أنه يبقى هو طبعا هيتكرر بعد كده وهيتكرر مع ممكن مع فئات متخصصة يعني في الجوانب الاقتصادية في الجوانب السياسية في الجوانب على غرار الحوار الوطني مثلا على غرار الحوار الوطني ولكن أنا شخصيا بطالب أنه ممكن يتعامل على مستويات كتيرة يعني ليه المحافظة ما يعملوش في المحافظة والله صحيح وليه مثلا رئيس مجلس المدينة ورئيس الحية ما يعملوش في المدينة بتاعته يجمع الناس اللي هما من القرى كل واحد منها قرية من القرية واحد ويشوفهم ويكلم معاهم ويزور القرى اللي موجودة ويفتع يعني عايزين بداية هذا الحوار يكون حوارات مختلفة داخل المجتمع ويكون أيضا خطوط تواصل مختلفة داخل المجتمع هو ده اللي بيخلي المجتمع يبقى دائما فيه الروح الاحتوائية اللي أنا بتكلم عنها صحيح صحيح اشتركوا في القناة